السلام عليكم استهل سيد رئيس مجلس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء باطلاع اعضاء المجلس من السادة الوزراء على مستجدات السياسية وبعض التوجيهات والتوصيات واطلاعهم على اجراءات الحكومة فيما يخص ملفات وقضايا مهمة السيد رئيس مجلس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي اكد على سير الحكومة باتجاه تحقيق هدفها الاساس او مهمتها الاساس التي انيطت بها وهي الانتخابات المبكرة وخلق المناخات الملائمة سياسيا وامنيا لاجراء هذه الانتخابات كما اطلع المجلس على اجراءات الحكومة فيما يخص الاصلاح الاقتصادي وما تتطلبه هذه العملية من اجراءات ضرورية قد تكون فيها نوعا ما مؤلمة وسريعة هدفها اعادة المسار الاقتصادي الى مسار الصحيح ايضا مر السيد رئيس الوزراء في مستهل هذه الجلسة على ما اثير من جدل حول التغييرات الادارية الاخيرة مؤكدا ان هذه التغييرات جرت من سياقها القانوني والاداري وذمن الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الوزراء وقدر عاليا سيد رئيس مجلس الوزراء ردود افعال القوى السياسية والشعبية الرافضة للمحاصصة وثمن هذا الرفض من القوى السياسية لمبدأ المحاصصة المقيد وان جاء متأخرا نحن نعلم بان الدولة العراقية بنيت على المحاصصة منذ 17 عاما لحد الان من نفس القوى السياسية التي اعترضت واعترفت اخيرا بان مبدأ المحاصصة مبدأ لا يليق ببناء الدولة بمستوى العراق ثمن كثيرا رئيس الوزراء هذا الحرص واكد ان هذه التغييرات جاءت ضمن سياقها الدستوري والقانوني لان الكثير من هذه التغييرات جاءت بسبب مضي المدة المقررة لاصحابها واختيار الاشخاص البدلاء جاء من رحم المؤسسات نفسها او جاء نتيجة لاختيار اشخاص يتسمون بالخبرة والكفاءة السيد الرئيس الوزراء ايضا اشار الى نقطة مهمة تخص حق العراق السيادي والدستوري في موضوع الموانئة العراقية وتحديدا ميناء الفاو الكبير وتألم كثيرا انه طيلت 17 عام هذا المشروع هو يتداول من اجل المزايدة السياسية وفشلت جميع الحكومات السابقة في ان يرى هذا المشروع النور وتعهد كحكومة وكرئيس للحكومة بان تنال هذه الحكومة الشرف البدء فعليا بانشاء ميناء الفاو رغم ان الكثير من الدول المجاورة اقامت عدة مشاريع وموانئ قد نكون في حالة منافسة مع هذه الدول كان بالامكان انجاز هذا المشروع الكبير خلال السنوات السابقة لكن التلكؤ ولأسباب جزء منها غير معروف وقد يكون هناك تقصير وتعمد في التقصير في البدء فعليا بهذا المشروع السيد رئيس مجلس الوزراء ابلغ الوزراء ان هذه المهمة مهمة هذه الحكومة وهي من ستنال الشرف البدء الفعلي بالبدء فعليا ببناء ميناء الفاو الكبير بعد ذلك بدأ المجلس بمناقشة جدول اعماله وتوصل الى قرارات بشأنها حيث اقر المجلس محظر وزارة التخطيط والتوصيات الخاصة بالامر الديواني رقم 45 لسنة 2018 الخاصة بمشاريع المستشفيات هناك اكثر من 15 مستشفى كبير في مناطق مختلفة من البلاد تعثرت لأسباب مختلفة وتعثر بنائها واستكمالها ودخولها الى الخدمة هناك محظر لوزارة التخطيط تم اقراره وتم اقرار توصياته من اجل اعادة العمل واستئناف العمل في بناء هذه المستشفيات كي تدخل الخدمة كل صيف حافظت البصرة تدخل في ازمة فيما يخص المياه الصالحة للشرب هناك قناة تعرف في قناة البدعة قناة اتصور 1997 تم افتتاحها وانشاها قناة مفتوحة عبارة عن نهر مبطن تنقل ماء نسبة ملوحته نفس نسبة ملوحة الماء الموجود في دجلة في بغداد تنقل الى البصرة لكن هذه القناة اولا هناك تجاوزات كبيرة عليها الحصة التي توصل الى البصرة تكون قليلة مجلس الوزراء اليوم اقر ان يتحول هذه القناة المفتوحة الى قناة امبوبية خلينا اقراركم نص القرار قيام وزارة التخطيط بادراج مشروع استبدال القناة المفتوحة لماء البصرة والمسمات قناة البدعة الى قناة امبوبية لمسافة 238 كيلومتر ضمن خطة وزارة الموارد المائية لعام 2020 بكلفة اجمالية مقدارها ملياران وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون دولار تشمل نسبة عشرة في المائة من قيمة العمل كمبلغ احتياط ونسبة الاشراف وكلف الاستملاكات والتعويضات عن المغروسات في حال تغيير المسار وقيام وزارة المالية بتمويل وزارة الموارد المائية بمبلغ خمسة مليار دينار بما لا يزيد عن نسبة واحد الى اطناعش للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة واحدا آنفا على وفق المادة 13 من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدلة هذا القرار وزارة الموارد المائية ستباشر بالعمل على التعاقد من اجل تنفيذ هذا المشروع المهم الذي سيؤمن وصول الماء الكافي لتحويله الى ماء صالح للشروب لاحقا في المحطات الى البصرة وكي تنتهي معاناة اهل البصرة السنوية والدائمة بسبب تحويل هذه القناة المفتوحة الى قناة امبوبية جرى ايضا خلال الجلسة مناقشة موضوع بيانات موظفي الدولة والمقترحات الكفيلة بازالة المعوقات بشأن تنظيمها ليس خافيا عليكم ولا على الجمهور هذا الارباك الكبير في عدد الموظفين الحقيقين الفعليين وعدد نسمع كثيرا عن فضائيين وغير فضائيين فجرت خلال الجلسة اليوم مناقشة الالية اللي من خلالها ممكن التأكد من الموظفين الحقيقيين وعددهم الحقيقي والفعلي لكل وزارة ولكل مؤسسات الدولة وايضا وجه رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد وجه بتشكيل فريق برئاسة وزير التخطيط ويضم في عضويته كل من مستشار رئيس الوزراء ممثل عن ديوان الرقابة المالية مدير عام الجهاز المركز للإحصاء ممثل عن وزارة التجارة وممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثل عن كل من وزارتي الداخلية والدفاع ويتولى هذا الفريق تقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة ويعتمد التكنولوجيا الحديثة في حصر الموظفين وأعدادهم الحكومة الناوية أن تقضي على مصطلح الفضائيين من خلال هذه الآلية العلمية هذا مجمل ما دار في الجلسة رغم أن الجلسة أيضا شهدت نقاشات مهمة سيد رئيس الوزراء عاد التذكير بضرورة أن تستكمل الوزارات استعداداتها من أجل ربطها بالحكومة الألكترونية واستخدام التكنولوجيا في التعاطي بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين من أجل التقليل من البيروقراطية والقضاء عليها كما ناقش المجلس أيضا التوجيه السابق لرئيس مجلس الوزراء وعمل وزارتين للصلاة والكهرباء فيما يخص استكمال مشروع السمارت كارت الخاص بالجباية جور الكهرباء الآن أنا على استعداد الاستماع إلى أسئلتكم تفضلوا السلام عليكم أستاذ أحمد عليكم السلام يا سنعام المرأس العراقية الخبارية أهلا وسهلا السيد الكاظمي يؤكد في أكثر من المناسبة أنه سيكشف أسماء الفاسدين المتورطين بسرقة المال العام هل ستكشف هذه الأسماء وين ستكشف متى أم أنها ستستخدم كورقة ضغط على أطراف سياسية وإيضا متى ستغادر مؤسسات الدولة التعاملات الورقية والفساد المتعلق بها هنا أسأل عن توجهات الحكومة نحو تفعيل الحوكمة الألكترونية في ظل تكرار مشهد الابتزاز والرشاوة موضوع الحوكمة بسياق تقديمي للمؤتمر الصحفي أشرت لك أنه وزارتي الاتصالات والكهرباء وتعملان على موضوع السمارت كارت فيما يخص الجباية وكذلك الوزارات المتلكة في إكمال استعداداتها للحوكمة الألكترونية أيضا اليوم كان توجيه مباشر من رئيس الوزراء أن تستكمل هذه الوزارات من أجل استكمال مشروع الحكومة الألكترونية موضوع الإعلان الأسماء هناك لجنة شكلت وهي عاكفة الآن على دراسة ملفات مهمة وإعلان الأسماء والتحقيق والملفات هي ليست من مهمة رئيس الوزراء رئيس الوزراء أمر بتشكيل اللجنة متابع لأعمالها وفق السياقات القانونية هذه اللجنة لديها ملفات ستعمل على دراستها والتحقيق بها وهي من ستعلن الأسماء وهي من ستحيل هذه الملفات إلى قضاء العراق اللي يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه كل ملف أو كل شخصية متورطة في هذا الملف السلام عليكم أستاذ أحمد أحمد مؤيد قناة يو تي في أهلا وسهلا ما هي الصلاحيات التي منحت للفريق عبدالوهاب الساعدي ومتى سيتم العمل بها ونسمع بأن هناك مخاوف من دور الساعدي في المرحلة المقبلة شكرا الصلاحيات الممنوحة للفريق الساعدي صلاحيات حكم القانون وهو قائد جهاز مكافحة الإرهاب لا أدري عن أي صلاحيات أخرى تتحدث إن كان هناك صلاحيات محددة قد سمعت بها أو طلعت عليها ياريت له تحدد لي يعني متابعة وربما تنفيذ مذكرات اعتقال بما يتعلق بملفات الفساد هذا جزء من اللجنة التي تشكلت برئاسة سيدة برغيف وجهاز مكافحة الإرهاب حسب الأمر الديوانة التي طلعت علي حضرتك وطلعت عليها الزملاء جهاز مكافحة الإرهاب سيقوم بتنفيذ بعض الأوامر بعد توصل هذه اللجنة إلى نتائج محددة حول ملفات محددة وأسماء محددة السلام عليكم أستاذ أحمد محمد الزهيري مراسل العهد أهلا وسلم أستاذ أحمد ماذا بشأن تعينات الدرجات الخاصة التي يعلن عنها مؤخرا أغلب الكتل رافضة لهذه التعينات هل تم محاورة الكتل بشأن هذه التعينات وهل تم مفاتحة مجلس النواب بخصوص هذه أما الشق الآخر ماذا بخصوص قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد الذي أقره مجلس النواب هل سيطبق هذا القرار أم سيصوق لقرار آخر بخصوص سؤالك الأول لا أدري لماذا تعترض الأحزاب السياسية على هذا الأمر وتقول إنه محاصصة حزبية إذن لماذا تعترض الأحزاب إذا كل حزب ما قد حصة ليش يعترض أكبر دليل على أن الموضوع ليس له علاقة بالمحاصصة هو اعتراض الأحزاب على هذه التعينات هذه التعينات كما أسلفت جاءت وفق سياقه القانوني رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر دستوريا عن إدارة الدولة وله الحق في تكليف أي شخصية يراها مناسبة وتمتلك الخبرة والكفاءة لإدارة أي مؤسسة ما وقام بدوره وهؤلاء الأشخاص هم من رحم هذه المؤسسات التي أنيطت بها أو من يمتلكون الخبرة في إدارة المؤسسات التي أنيطت مهمة إدارتها بهم في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتغير الإدارة من إدارة ديمقراطية لجمهورية رئيس الولايات المتحدة تتغير معه أربعة آلاف درجة فدرالية في عمول الولايات المتحدة الأمريكية من صلاحيات لرئيس الوزراء ولرئيس الحكومة رؤية في إدارة الدولة وهو مسؤول عن إدارة هذه الحكومة وهو مسؤول عن التعينات التي عينها أو التكليف الذي قام به يوم أمس وهو يتحمل مسؤوليته ولن يتراجع تحت أي ضغط حزبي عشنا طريقة أداءهم وطريقة تحاصصهم حتى إلى رئيس القسم ورئيس الشعب وربما تضرب الأمثال حتى الفراش هنا محاصصة الآن بضع مناصب يرى رئيس الوزراء إنها ضرورية جدا وهؤلاء الأشخاص هم المناسبين تعترض القوى السياسية التي عودتنا على المحاصص ظل السبعة عشر عام مرة أخرى نؤكد احترامنا لآراء كل الكتل السياسية حول هذا الموضوع ونؤكد سعي هذه الحكومة لإنهاء مبدأ المحاصصة لكن بنفس الوقت هذه مؤسسات بحاجة إلى تغيير بسبب انتهاء المهام أو انتهاء المدة الزمنية اللازمة لمدراءها السابقين أو رؤساءها السابقين من رحم نفس المؤسسات قام السيد رئيس الوزراء باختيار شخصيات لإدارة هذه المؤسسات هو مسؤول عن هذا الاختيار هو مسؤول عن نتائجه ولن يتراجع نهائيا عن هذا الخيار مهما كانت الأصوات التي ارتفعت قد تكون لها أبعاد سياسية معينة من أجل ثني رئيس الوزراء وثني الحكومة عن القيام بدورها الاصلاحي والالتزام بمنهاجها الحكومة فيما يخص سؤالك الثاني الزيارة الأخيرة التي قام بها مؤخرا السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة وفد كبير لأدار المرحلة الثانية من الحوار الستراتيجي وضعت الخطط والالتزامات المتبادلة بينه وبين الجانب الأمريكي وتتذكرون عندما كان الوفد هناك أعلن الرئيس الأمريكي أن الانسحاب سيكون خلال ثلاث سنوات وأن العديد من القوات قد انسحبت سريعا وقبل أيام سمعتم تصريحات عن تقليل وجود القوات الأمريكية إلى مستوى ألفين خبير هؤلاء جاءوا بطلب من الحكومة العراقية عندما اشتاحت داعش المحافظات العراقية والحق السيادة للعراق وبالتفاهم مع الدولة الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية ممكن التفاهم على طريقة إعادة انتشارهم وعندما تنتهي حاجة الحكومة العراقية إلى هؤلاء المستشارين وعندما تكون الحكومة العراقية مستعدة وقادرة وجاهزة أمنيا لمواجهة داعش وتهديدات إرهابية أخرى سيكون موقف واضح للحكومة بشكر الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المساعدة طيلة هذه السنوات وشكر مستشاريها على الدور اللي قاموا به في محاربة داعش السلام عليكم حيدر الشيخ مراسل وكال الشفق نيوز رئيس الوزراء قام أجر زيارة إلى أقليم كردستان واجرى مباحثات مكثفة مع المسؤولين الكرد مدى وصول الحل المشاكل العالقة بين بغداد والأقليم السؤال الآخر يوم أمس تم قرار قانون الموازنة 2020 هل تم أضافة مستحقات العقودة وزارة الكهرباء إلى موازنة 2020 خصوصا بعد تحويل عقوده من الاستثمارية إلى تشغيه شكرا بالنسبة السؤال الأول كانت زيارة مهمة وجولة مهمة في أقليم كردستان تخللتها العديد من اللقاءات مع قيادات في كردستان وتم الحديث عن كل القضايا العالقة بين الأقليم وبغداد طيلة السنوات الماضية وتم تعزيز تفاهمات مشتركة حدثت بتبادل زيارات ولقاءات وفود مشتركة حصلت في بغداد وفي أربيل تم تعزيز هذه التفاهمات تم التأكيد على الاتفاق المرحلي الذي جرى بين السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس حكومة الأقليم مؤخرا وتم الاتفاق أيضا على أن تكون موازنة 2021 محاولة لترسيخ هذا الاتفاق وتعزيزه وتثبيت حقوق الحقوق الدستورية للحكومة الاتحادية فيما يخص المنافذ وفيما يخص النفط وتثبيت حصة قليم كردستان من البراميل النفط المصدرة وعددها وتسليمها إلى بغداد سترى النور هذه الاتفاقات وهذه الحوارات خلال موازنة 21 السلام عليكم ليث جوامير من قناة أسيا الفضائية ذكرت أنه اليوم تم تشكيل لجنة لمتابعة ومعرفة عدد موظفي الدولة ويوم أمس تم إقرار الموازنة في الحكومة إذن قدمتم الموازنة والموازنة تضم نفقات الوزارات ورواتب الموظفين كيف قدمتم الموازنة دون أن تعرفوا عدد الموظفين في العراق وبالتالي إذا كانت مثل ما ذكر وزير التخطيط لا تعرف الدولة عدد الموظفين فكيف تعرف أيضا السلم الوظيفي لهم ودرجاتهم الوظيفية ومرتباتهم من أصغر موظف إلى أكبر موظف لا نريد التعكز على أخطاء الماضي لكن بعض الأسئلة تجبرك على العودة إلى الماضي هذه الحكومة أكملت المئة يوم تقريبا خراب سبعة عشر عام يحتاج إلى بعض المراجعة هل تتصورون أن وزيرا؟ اليوم في جلسة اليوم يستغرب لا يعرف عدد موظفيه الحقيقين والفعليين لماذا؟ لأن هناك الكثير من التخبط في التعيين هناك فساد هناك فضائيين من الجيد أن تنتبه هذه الحكومة لهذا الأمر وتعمل على إحصاء دقيق لعدد موظفيها الفعليين بالاعتماد على التكنولوجيا وبالاعتماد على آليات واضحة كي كما أشرت حضرتك في سؤالك عندما يتحدد سقف المطلوب من الحكومة تأمين لرواتب الموظفيون يكون واضح جدا ولا يصل إلى درجة أن يكون العجز في الموازنة كما أشرت لكم يوم أمس عجز كبير قد يكون جزء مننا ذاهب إلى موظفين وهميين يجب أن تشكر الحكومة على هذه الخطوة عندما تريد إحصاء دقيق للموظفين كي لا تذهب أموال الدولة العراقية لأموال العامة التي تخص كل العراقيين إلى موظفين فضائيين أو إلى متعددي رواتب أو إلى أي جهات أخرى ممكن أن تستفيد من هذا الخلل الموجود الذي عمره تقريبا أسبوع طاعة سنة هذه الحكومة قررت أن توقف هذا الهدر في المال العام عن طريق جردها وإحصاء الموظفين الحكوميين لكل وزارة ولكل مؤسسة حكومية أنا أشكركم والشكر الجزيل على حضوركم وإن شاء الله نلتقل أسبوع القاتل